السلام عليكم حبابي ألفي كلكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير كلكم جميعا ان شاء الله لو انتوا لسه بتشوفوا قناتي الاول مرة ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان نوصلكم كل الاشارات ان شاء الله للفيديوهات الجاية وتشوفوا كمان وصفة يوميا على قناتي شفتوا بقى الوصفتنا النهاردة شكلها حلوة ازاي؟ عملنا معجنات كتيرة كده وأشكال تجنن كده أشكال جهنمية يا جماعة وكمان في عشر دقيق بس لم يحتاج العجينة تخمر ولا اي حاجة عجينة العشر دقيق هقولك عليها بقى بطريقتي انا بطريقتي المعتادة اللي مش بغيرها ابدا هتجربي وصفتي في المعجنات مش هتستخدمي اي طريقة تانية انسي بها اي طريقة تانية بجد خلاص حطيها على الرف كده واستخدمي الطريقة دي مش بغيرها يا جماعة وكل اللي ده من المعجنات دي بقى اشكالها وانواعها والله يشكروا فيها جدا وعجبتهم جدا وانا عن نفسي مدقتش حتى الجهزة بطعمتها بامانة والله مش علشان بتاعتي وهتجربيها وهتقولي نفس الكلام مش هتغيريها ان شاء الله هنعملها في عشر دقيق بس مش هتحتاج خمر منك كتير شايفين بقى اشكالها الجهنمية هتشوفوا الاشكال دي كلها معايا بالتفصيل مشاهدة ممتعة ان شاء الله يلا بينا بقى نشوف عملناها ازاي ونشوف مقدرنا البسيطة جدا انا بقى حاولت النهاردة ان انا ولا حط اي حاجة مكالكعة ولا معقدة ولا غالية ولا اي حاجة خالص حبيت انها تكون اقتصادية من الاخر يعني لا حطت فيها لبنبودر ولا حطت فيها زبادي ولا حطت فيها اي حاجة تكون مش عندك في البيت او في احتمالية بسيطة انها ما تكونش عندك في البيت استغنت عنها خالص وهقولك على وصفتي البسيطة النجحة جدا جدا اول حاجة عندي كيلو دقيق قبات زيت وعندي قبات حليب سائل واربع معالق سكر وكمان معلقتين كبار خميرة فورية ومعلقة خل وكمان رشية ملح وهستخدم لبن تاني على حسب ما تحتاج العجينة احتاجت مني على الكباة دي كباة كمان انت عايزة تعجيني بمية دافية عادي خالص جدا يعني مفيش اي مشكلة الطعم المعجنات باللبن هو نفسه طعم المعجنات بالمية عادي لو عندك لبن اوكي ما عندكش براحتك خالص هنعمل ايه دلوقتي دي زي ما قلتلكم ان احنا اسمها عجينة العشر دقايق بس على طريقتي بقى مش اي طريقة تانية اول حاجة هنعمل ايه هنخمر الجزء الاولين من العجينة حطينا السكر مع الخميرة مع الحليب وكمان حطيت ثلاث معالق دقيق زي ما انت شايفة كده هقلب بقى كل المكونات الحلوة دي هقلبها كده مع بعض وبعد كده هسيبها بقى تخمر عشر دقايق بس عشر دقايق يا جماعة زي ما انت شايفة كده الخلط بيبقى سائل كده علشان يخمر معاك بسرعة وتلاقيه عمل فقغيع كده بسرعة ما خدش وقت خالص كل ما تبقى خفيفة كده كل ما هي تخمر أسرع اهو زي ما انت شايفة مفيش أسهل من كده يا جماعة لو انت مستعجلة دي أنسى بطريقة ليكي لو مش عايزاها بطريقة العشر دقايق دي ممكن تعجيني كل المقادير دي كلها لو انت مثلا مش مستعجلة ولا حاجة وتسيبها تخمر ساعة دي نتيجتها زي دي بالظبط اللي اتنين زي بعض يا جماعة بس انا حبيت النهاردة ان انا عملها اللي هي العجينة السريعة وفي الاخر شفتو زي ما انت شفتو معايا في اول الفيديو شكل العجين شكل المعجناتك هتعاملة ازاي شكلها كده منفوخة وحلوة ولا مكتومة ولا اي حاجة خالص هسيبها بقى كده عشر دقايق غطيتها بقى بفوتة المطبخ وهسيبها عشر دقايق بس وهرجع لها تاني علشان بقى منساش هحط رشة الملح دلوقتي حالا زي ما انتو شايفين كده رشة ملح كده عدي طبعا لازم تحطي الملح في كل المعجنات بتديه كده طعامة وبتبرز طعم المعجنات الحلو ده حاولي ما تنسهاش بجد مفعولها زي السحر بعد بقى عشر دقايق شايفين بقى الفقاقية بنضيحها كده بالمعلقة وبعد كده بحط معلقة الخل معلقة الخل حطناها ليه بقى؟ هي اللي بتخليلك المعجنات فتحة قوي من جوه وحطيت كوباية الزيت زي ما انتو شايفين اهو طبعا زي ما انتو شايفين العجينة محتاجة سوائل تانية جبت كوباية حليب وقعدت ازود كده قعدت ازود منها حطيت تقريبا هنا كوباية اللي ربع الحليب وبعد كده رحت حطيت الربع التاني بس كده محتاجتش تاني خالص زي ما انتو شايفين مش هنعمل العجينة نشفة زي ما انتم شايفين كده خلصت عجن خالص اهو خدت معي خمس زي بس عجن لغاية ما بقت ملساء كده ومارنة في ايدي شايفين ما تخليهاش نشفة خالص يا جماعة ما تخليهاش اي عجينة هتعميني بيها معجنات ما تخليهاش نشفة علشان تطلع قطعة المعجنات معاك في الاخر هشة كده وطرية وجميلة وطحفة واحلة كمان من الجهزة شايفين انا بقى هستخدمها على طول انا كده خمرتها العشر دقائق الاولانية هستخدمها على طول غير التخمير من اي حاجة خالص دي طريقة العشر دقائق لو انت عندك وقت ممكن تسيبها تخمر نص ساعة بس والله مش محتاجة خالص المأذير اللي قلتلك عليها مش هتخليها تحتاج انها تخمر تاني خالص انت اصلا تستغربي من كبرها في الفرن لما تتخبز هنعمل بقى الاشكال بتاعتنا الجميلة خدت كورة كده وبعدين فردتها مربعة هعمل بقى شرائط كتاب السكينة هتلاقيوا كل الاشكال هعملها قدامكم يا جماعة هنحشي جبنة ومربعة الحشوة بقى اللي انت عايزاها بقى فنني هنجب بقى الحتة كده ونروح مغطين الجبنة ونقفلها كويس على قد ما تقدر يبناخد بقى واحدة يمين وواحدة شمال واحدة يمين وواحدة شمال كده شايفين؟ طبعا واضحة جدا اللي بقى بتحب تفنن بقى في المعجنات واشكال المعجنات تتابع الفيديو للاخر بجد فيديو ممتع جدا أنا عن نفسي يعني بقى عشاء المعجنات وبحب كده فنن فيها عشاء المعجنات بقى يتفرجوا بقى على الفيديو بمزاك شايفين بقى جبت بقى صنية وده انتهى زيت ده ده انتهى زيت قصدي وبعد كده رصيت فيها بقى اللي انا عملته هنا بقى الشكل التاني بقى عمل كده الوردة جبت الكوبية وحطتها في النص وزي ما انتوا شفتوا كده بروح عملها بقى سقصها كده بالمقص هتشوفوا بقى معايا واحدة تانية بقى تقصها كده بالمقص طبعا بقى عمل مكان بالكوبية وبدوس عليها وبعد كده بقى أفلها كده زي ما انتوا شايفين شايفين شفتوا السهولة وفي الاخر كمان لما تتحط المربة الحمرى كده مربة الفرابلة هتبقى شكلها تحفى الصراحة شايفين شكلها هيبقى عاملة ازاي اكتر حد بيحب الأشكال دي لأطفال الصراحة بيعشاؤوها جدا 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 يعني بيفرحوا بيها قوي شايفين بقى هنعمل بقى شكل تاني معانا هنفرد برضو كورة كده زي ما انتوا شايفين هنفردها مربعة برضو حد هنبقى هنا زبدة لو انت ما عندكش زبدة دهني زيت عادي خالص يعني ما تقيديش نفسك بحاجة هنا بقى عندي سكر حبيبات على قفر برش بقى كده وبالفها رول زي ما انتوا شايفة كده بالفها رول كده القرفة مع السكر طعمها طحفة 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 اللي مجربهاش مجربش المكسل ده مع بعضه بجد فايته كتير طحفة يا جماعة خصوصا في المعجنات كمان وهي سخنة كده بتكليها مش عايزة حاجة تاني جنبها هتعجبك جدا لو انت لسه مجربتهاش لأ جربيها لازم تجربيها بنقفلها بقى كده عشان تديني الشكل الحلو ده شايفين بقى اللفات بقى والطلعات والدخلات دي كرة تانية ونعمل شكل تاني مع بعض اهو زي ما انتو شايفين بنفردها كده فننوا بقى اللي عندها اشكال تانية تخترع اشكال اي حاجة فننوا دي بقى على حسب الرغبة بس انا بديكم افكار كده للي بيحب يعمل اشكال بالمعجنات شايفين هنا بقى حشية جبنة افضل نوع للحشوات الجبنة الكريمية والجبنات العلب اوعي تحشي جبنة قريش شايفين الشكل ده الشكل ده طحفة زي ما قلتلكم اوعي تحشي اوعي تحشي جبنة قريش بيجد بتبقى وحشة جدا في المعجنات وبتنشف وبتطلع مية كده وبتبلل عجينة بتبقى وحشة جدا والله يا جماعة ما تجربهاش خلص ما تحاولوش انك تجربوها ابدا هنا بقى هعمل شكل الوردة زي ما انتو شفتو طبعا بصوا لازم تخليها محكمة كده والاطراف بتاعتها في الاخر بتقفليها عشان في الاخر لو انت ما عملتش كده هتتفتح في الفرن وشكلها مش ظريف خالص يعني شايفين بقى الشكل الطحفة ده يا طرى بقى انتو بتحبوا برضو التشكيل بالمعجنات ولا انا بس لمجنونة بالحاجات دي بس قولولي برضو في التعليقات لو بتحبوا الاشكال دي ولو عايزين برضو معجنات اكتر قولولي برضو في التعليقات وان شاء الله هعملكوا تشكيلات المعجنات اكتر ادنش كمان هعمله قريب لحبيبتي نور طرابتهم مني والله معلش والله هعملولوك قريب ادخارت عليك جدا ان شاء الله هعملولوك قريب هنا برضو حشيتها مربة وعملت الشكل ده استنوا بقى مني ان شاء الله وصفت ضدنش قريب عشان خاطر حبيبتي نور طلبتهم مني هنا بقى بعمل شرائط كده برضو بس بقى هعملوه بشكل حلو كده هتشوفوه معايا برضو هنا مربة مش مش هنا بقى بعمل الخيوط بتاعت العجين دي بعملها خلف خلاف بتديني برضو في الاخر شكل طحفة زي ما شفتو معايا في قبل الفيديو كده كان شكله زريف قوي شايفين ممكن في الاخر بقى تقطعي تزيادات دي لو انت شايفة ان الشكل خلاص مش عايز شرايط تانية كده ممكن تقطعيها انت برضو على حسب ذوقك وعلى حسب نظرتك لللي قدامك شايفين شكلها حلو ازاي هنا بقى شكل تاني هادي برضو هنا برضو زبدة واحط برضو السكر مع الارفة طبعا انا مسرعة على الفيديو على قد ما اقدر علشان ما تميلوش من الفيديو والفيديو ما يتولش اكتر من كده بس طبعا عشاء المعجنات اكيد هيتفرج على الفيديو كله ان شاء الله هيتفرج علي كله والله هيفيدكم جدا وهتحبوه جدا ان شاء الله هنا بقى هنسيبها دي كده بتسيبيها برضو شكلها كده زي ما شفتها معاه في اول الفيديو كان شكلها تحفة برضو لما تخبزت هنا بقى هعمل الاشكال دي الملفوفة بصوا في منتهى السهولة يا جماعة شايفين بقى شكلها دي بقى بتنفخ في الفرن بقى بتخبز بقى شكلها فظيع وكيوت كده وجميلة جدا يعني هعمل بقى شكله تاني برضو شفتو عملنا اشكال كتير قوية عملنا 10 اشكال ولا 11 شكل شايفين بقى الاشكال الجميلة دي اشكال تحفة يا جماعة وبجد والله الكمية مخدتش مني وقت خالص ما تشتريش الحاجات دي من بره حرام والله تشتريها من بره انت في ايديكي انك تعمليها احلى من الجهزة بكتير والله العظيم انا عن نفسي والله مش بشيري الحاجات دي خالص من بره ما بحبش اشتريها من بره جربي الطريقة دي واصلا مش هترضي انك تكلي المعجنات بتاعت بره مش هترضي اصلا مش عشان توفير والله علشان انت هتعمليها احلى وكفيات رويتها كمان هنا بقى زدت معي شوية حتة عجينة كده قلت بقى عملها زي قرص الافران كده وبرضو كانت تحفة وطعمها كان يجنن يا جماعة انت بقى عايزة تعملي الكمية دي كلها كمية العجين والخلطة المقادير دي كلها تعمليها قرص من بتاعت الافران انسب طريقة لقرص الافران هي دي كل معجنات الافران اعمليها بالعجينة دي المعجنات اللي هي لها الشطرية دي شايفين ببطتها كده زي ما انتو شايفين ببطتها بقى كلها كده وبعدين هخلص بقى كل الكمية خلصت بقى كل الكمية كده وبعدين هروح دهناها كده دهنا وشها باللبن وهروش على وشها سمسم وطبعا كل المعجنات التانية هدهن برضو وشها لبن برضو عشان تحمر كده ويبقى لونها حلوة كده زي ما شفتو معايا في اول الفيديو مش عايزة ومش عندك لبن ما زادش معاك لبن مثلا عجنتي بيه كل وخلصتي اعمليه بمية مية على معلقة سكر كده هتبقى ظريفة وتجنن يعني هتبقى حلوة برضو هتلزق فيها السمسم وهتبقى زي الفل ما تقيديش نفسك يا سبتي زي ما انت شايفي كده طبعا من السمسم دايما بحطه على اي حاجة بيكون محمص يكون مسلا كويس ومن ايام محمصة شايفين بقى الاشكال دي خلصناها هاي مع بعض شايفين الصينية بقى شكلها عملت ازاي؟ شكلها طفا انا متأكدة ان فيه عشاء المعجنات وفيه عشاء تشكيل المعجنات وان شاء الله هتنفزوا الاشكال دي وهتعجبكم جدا هتبقوا مستمتعين كده وانتوا بتعملوا الاشكال اللطيفة العسل دي بجد والله اشكال جميلة جدا هيصعب عليكم في الاكثر ان انتوا تكلوها من جمالها شايفين؟ شايفين الاشكال وخصصا ان الشبكة دي اللي احنا عملناها طفا شكلها جميل قوي خصصا كمان لما تخبزت كانت روعة في قمة الروعة شايفين بقرب لك اهو الكاميرا عشان تشوفوا الشكل كويس وتنفزوا ان شاء الله حدهن بقى كل ده حدهنوا بالحليب برضو بصوا بقى هنا دخلتوا الفرن طبعا على درجة حرارة على درجة حرارة عالية بتدخلي المعجنات وبتقعد معاك يا دوب هي من 10 دقائق لربع ساعة بتكون استود لو في الاخر محتاج انت تحطيها بتشغلي الشواية شغليها الشواية عشان الوش بتاعها يحمر زي ما انت شايفة وشها بقى حلوة خالص علشان احنا حطينا دهنين لبن وفي الاخر بقى بعد ما تطلع من الفرن بقى وهي سخنة كده وموحوحة دهنت وشها بدهنة زبدة دهنة الزبدة دي بقى بتخليلك طعم المعجنات خطير 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 يعني بمعنى الكلمة جربيها ومش هتكلم اكتر من كده لأ انت لازم تجربيها وتشوفي بنفسك طعمها عمل ازاي بتديها تروى كده على الازازة على طعمها بجد فضيعة شايفين شايفين اللمعة كمان الحلوة دي شايفين الزبدة قدتها لمعة حلوة ازاي برا في المخابس بيدهنوا برضو الوش كده المخابس طبعا اللي هي اللي تحسي بطعمة حاجاتها دي بيبقى دهنين الوش كده وشايفين القرص عامل ازاي عاملة ازاي القرص شكلها تحفة شكلها بيغني المعجنات يا جماعة والله شكلها بيغني جربوا الوصفة دي وما تغيروش الوصفة دي ابدا فاي حاجة عملتي بزا عملي الوصفة دي شفتوا بقى الجمال بس كده بقى وصفتي خلصت النهاردة ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو رجاء اعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو تترفع على اكبر عدد ممكن وكمان هعملوا شير كتير